مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها مؤلم جدا صرخة سيدة مغربية بعد أن أقصيت من القفة الرمضانية وجهت سيدة مغربية صرخة بعدما تم إقصاؤها من القفة الرمضانية حيث أكدت وهي تصرخ وتدرف الدموع أنها تعاني الفقر المضقع ولا تتوفر على درهما واحدا ومن جانبهما فقد أكد النشطة أن قفة رمضان تعرف مظاهر الفساد والزابونية والمحسوبية وأن بعض المناطق توزع هذه القفة بطريقة مريبة على من لا يستحقها حيث طالب بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة شفاف' المعديش وأعدني التسرخ عديش اباعيش عادي عائشاءه يدمله ميت تطلب وجهاتهم مش عوتهم مش أطلب جهاتا عندي الله حتى يكون UKرانيا لا ماذية جهاتا عنديش جهاتا عنديش جهاتا عنديش وشهة طلب وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك اتجاه اشرف هاش مش مشكله حاجش في فيسبوك لا اخويا لو اضعوا اعطي ما قديش من اقول ما قديش ما قديش انت لبقيتش وغير ما قديش